أكثر من تقريبا أربعة شهور على الحرب تقريبا مئة وخمسة وثلاثين مئة وثلاثين يوم وما زالت حماس أو من معها يقاتلون جيش المفترض أنه كما يصور قوي بعتاده وعديده وإلى آخره طيب هل عمليا كان في توقع أنه هذه الحرب تطول لهذه المدة الزمنية وأنه الفصائل الفلسطينية تصمت نعم كان متوقع ولكن ليس من الجانب الإسرائيلي لماذا؟ لأن مهما قلنا أن الفصائل الفلسطينية عندما نفذت مهمة 7 أكتوبر أنها فوجئت بما تجاوز توقعاتها ولكنها توقعت إلى أسوأ شيء ممكن فتذكر أول كلمة قلناها هنا لمدة عام لمدة عام لمدة عام ده معناه إيه يا فندي ووقود وحتى إمداد مادي بالغذاء والملبس والأسلحة البديلة وقطع الغيار وإلى آخره لديه ما يمتلكه والإحتياطي الذي يمكن أن يستكمل به وهنا أرد كمان على نقطة مهمة جدا يعني هجمة 7 أكتوبر وجهت الأنظار لشيء مهم جدا أنه ليس مستبعد حجم كبير جدا شوف كلمة جدا من الأسلحة الإسرائيلية موجودة في قطاع غاز إذا كان يعني مش بقى من تحت الأنفاق لو قلنا جاي من تحت النفق من تحت مصر ولا هرب شيء لا ده من فوق الأسوار وبيجيلك مرة في المعلن يمكن مرة أخرى في غير المعلن يعني عايز أقول لا ده الحجمة بتاعة 7 أكتوبر أكدت أن ما قبلها ربما ما هرب من الداخل الإسرائيلي في تلك الغفلة المفضوحة الحقيقة يوم 7 أكتوبر والتي شهد بها في الداخل الإسرائيلي شهد عليها من الداخل الإسرائيلي فإذا ده بيدي قدرة على الاستمرار فإذا التوقع الإسرائيلي ما كانش متوقع لهذه الفترة ولذلك كان يقول لك أنها خلص في الأول كان يقول لك تفتكر أشهر قليلا صح وكان وصلها حد أقص ثلاث شهور ثم أربعة ثم قال لك الصيف وذات مرة تصريحة قد تستمر عاماين بالضبط فاني ثم قال لك ستصل إلى 25 لماذا؟ لأنها لم تكن توقع في البداية طب الأسلحة لماذا زالت الولايات المتحدة تقدمها وتدعم بها إسرائيل آخر الأسلحة والدخائر قيل أسلحة متطورة جدا جدا يعني ماذا نعرف عنها؟ هي المخزف القزائف القنابل التي تطلق من الطائرات تفتكر حضرتك لما في مرة عرضت علينا عرض علينا أنا وحضرتك فيديو طح من فريق الإعداد المحترم وكان في الفيديو أن في طائرات قتال كانت بتضمر مستودعات زخيرة على سبيل المسال خاصة بإيران حزب الله عفوا هي دي القنابل دي اللي هي أم كي اللي هي 82 83 و84 ودي عبارة يعني الفرق بينهم 250 كيلو و50 كيلو وحتى طن تقريبا أو 900 كيلو ودي بتقذف من الطائرات المقاتلة القازفة أو التي تنفذ مهام القازف ودي بس الميزة بقى اللي موجودة عليها أكثر اللي هو الجادام الجادام اللي يركب عليها أجهزة توجيه فتكون أكثر ذكاء فبالقدرة 250 كيلو مثلا عندما توجه على مغزن زخيرة أو مستوضع وقود تحدث انفجار قد يفوق ما تحدثه الألف كيلو فما بالك من الألف كيلو عندما تطلق لنفس الأداف بشكل موجه وزكي